يقولون بأن المحلل مأجور المحلل المحلل الرسل صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار يعني واحد الراجل كي يطلق المرأة دياله ثلاثة المرات نحن نعلم أن الرجل إذا طلق امرأته وطلقات النرجعية الأولى والثانية فلو حقوا ارتجاعها يعني يطلقها المرأة الأولى ارضها يطلقها المرأة الثانية ارضها لكن إذا طلقها الثالثة فتكون مبتوتة هذا الطلق البات الذي لا يجوز له أن ينكحها إلا إذا تزوجت رجلا آخر ثم طلقها ذلك الرجل الثاني بعد ذلك يجوز له أن يرجع مرأته أش كيد يدروا ده بأصحاب الحيل كي يجيب واحد الرجل كيتفق معه وكيقول لي هجي تزوج هذه المرأة ديالي تزوجها ولكن دوز معه واحد المدة وطلقها باش تردها لي وغادي نخلصك ومنهم من يفعلوا ذلك احتسابا كي يدروا بغا الأجر كي يبقى مع ذيك المرأة واحدة السيمانة بغا الأجر باش يحلل هلموا له الأحناف كيقول له هذا يعني أمر لا بأس به هو ثع الخير وكيقول لك من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب باش يجمع ذيك الأسرام سكينرات شتات وكذا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني سمى هذا الرجل تيس المستعر تيس تيس ودك العترس بصحاب البادية الكسابة شك يدروا كيكون عندهم يعني النعاج فكيقول لي عطيني سلفني هذاك الفحل وكيجيبوه عنده كيخليف زريبة واحدة يعني المدة حتى كتلقح هذه النعاج ويرضو كييرضيه شي قولب ديال السكار والإشحر معروف إذن هذا التيس المستعر والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له بجوجهم العلم هذاك المحلل وهذاك المحلل له